السلام عليكم والخوات ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد فيديو اليوم شاء الله غادي يكون عليك كيفاش نقدر ندير طبيب في المانيا يعني الناس من كتجي للمانيا كتاخد الوريقات ديالا كتدير لها سيرونس كتبغي تدير طبيب كيفاش خصكت تدير طبيب هناي في المانيا قبل ما نبدأ وكنتمنى انكم تبارترجوا الفيديو ديالي وتدرو اعجاب وتشتركوا في القناة اللي كنتو اول مرة غادي تشوفوا الفيديوهات ولابقوا تطرحوا الأسئلة ديالكم طرحهم اما في ميسنجر على الصفحة ديالنا مارو كانر جلمان فلوغ ماشي القروب مارو كانر جلمان فلوغ وانما الصفحة جديدة اللي درن ديل مارو كانر جلمان فلوغ ولا هناي1 في اليوتوب في الكومنت ولا في الرقم ديالهاتف في الواتس اب لي حطينه فاصفحة ديالنا مارو كانر جلمان فلوغ في الفيسبوك لذا نعلب الانبدا والانسان فاش كي يأول Animals سواءً عنده الجنسية ولو عنده الكارتة اي او كيجي هنا للمانيا دروري خصو يدير لسيرونس دير الصحة هلاني السستين في المانيا مش بحل ايطاليا الصحة مجانية ولو كيقطعو لك واحد الراشب ليه وقليل من البلتان دوك باي ولا من البوستطبا قديل هنا في المانيا خصو كتدير لسيرونس بريفي كيفاش كتدير لسيرونس يديني كتجي للمانيا كتدبر على الخدمة يعني كتلقى خدمة ضروري باش تدير لسيرونس دير الصحة خصو تكون عندك عندما تستطيع شهادة السكن يأتي الرقم التسلسل الوطني وهو الـ Identification Number أو لا كما نقول احنا في المغرب البيجي أو الكوديش في سكاليف طاليا هذا الرقم التسلسل الوطني تزيد عليه شهادة السكن وضروري من عقد عامل إذا لم تكن لديك عقد عامل لا تستطيع شهادة سيرونس وحتى إذا كانت لديك سيرونس وغلسة من الخدمة لا تستطيع أن تخلص لك سيرونس يعني تقول لي لا تستطيع شهادة سيرونس يقول لي تخلص كل شيء من جيبك إذا كنت تستطيع ديزيكوباتسوني اللي هي الـ Arbeids Laws & Geld فالديزيكوباتسوني هي اللي تخلص لك سيرونس وإذا كنت تستطيع هذه السفية إذا لم تكن لديك الحق في الديزيكوباتسوني والتي تستطيع هذه السفية اللي هي السوسيال أو المساعدات أو ما يسمى في ألمانيا بالجوب سنتر فالجوب سنتر هو اللي يخلص لك سيرونس فكما قلنا لكي تستطيع سيرونس هنا في ألمانيا يجبك ضروري من عقد عامل شهادة السكن وتمشي إلى مكتب للاسيرونس وتسجل المكتب للاسيرونس متعددة وهناك Allianz لكن المعروفة في ألمانيا هي أوكا وتمشي وتمشي للاسيرونس من بعد ما تتممي للاسيرونس من بعد 1 لأسبوع أو عشر يوام يأتي ليكارت وتأتي البطاقة السحة هذه البطاقة السحة وتقول عندي راقم تأمين ذاك الرقم دي التأمين كتبولين تديك ساعة خاصة تدير طبيب كيفاش تدير على الطبيب هذا هنا في ألمانيا كان أول حاجة خاصة تديرها خاصة تكون عندك طبيب دي المنزل يعني كيتسمى بالألمانيا house arts طبيب ديالك دي العائلة خاصة دروري تسجل عندي واحد كيفاش تلقى هذا الطبيب هذا انت مثلا كتسكن في واحدة مدينة صغيرة مثلا قولوا اسميتها كيرشاين كتمشي لجوجل وكتكتب house arts يعني الطبيب منزل إذا قدرنا الترجمة محرفية ستسمى الطبيب منزلي وهي جنراليست غير هي بالألمانيا house arts تدير house arts in كيرشاين حيث احنا قلنا المدينة كيرشاين كيتلعولك بزاف ديال أطباء house arts في المدينة اللي كتسكن في انتها كيكونوا فعل عناوين وكتمشي كتسجل عنده في بعض الأحيان كتلقى دوك الأطباء عامرين يقول لك احنا عامرين من قدروس نسجلوك عنا وكتبقى انت تقلبتك كتلقى طبيب مني كتسجل عند ال house arts كتسجل عند ال house arts مني كتبقى تدرك شي حاجة مني كتكون عندك لاسرون تقدر تمشي عند الطبيب كل نهار مني كتبقى تمشي عند الطبيب هذا اللي هو جنراليست house arts مني كتكون مرائد كيعطيك في البداية كي يعطيك هو الدواء من عنده يعني إذا كانت عندك شي حاجة عادية برد ولا شي حاجة هو اللي كي يعطيك الدواء أما إذا انت مثلا عندك شي ماراد في القلب ولا خاصك تدير راديو ولا خاصك تدير تحاليل ولا شي حاجة فهو ضروري كي يعطيك واحد الوبافايزون كي يعطيك واحد الريتشيتة كما كان نسميه احنا واحد الورقة وكي يسافتك عند الطبيب متخصص يعني انت في الأول ضروري خاصك تدوز على الطبيب ديالك ال house arts وولي خاصو يدير لك أول كنترول وكي تدير الدواء ضروري خاصك تمشي عند ال house arts ديالك لكي يعطيك الريتشيتة لكي تدير الدواء لكي لا تخلص بثاف مثلا كنتي تخلص 40 أورو بها ديك الريتشيتة كتولي من خلص غير 10 أورو حيث لا سيرونس كتخلص لك لا ديفيرونس أما بالنسبة للأطفال في الدواء ديما كيكون فابور ولكن ضروري انك تجيب الريتشيتة حيث بعد مرات هلما جبتيتش ديك الريتشيتة و لديك الوراقة و لديك الأوبافايزونك كتقدر حتى الدريري تخلص لهم شيئا أما إذا كان عندك الأوبافايزونك فالدريري لا تخلص لهم تريل هذا الطبيب ال house arts تهنينا من وحيدنا قلنا نقلبه في جوجل و نختاره طبيب هذه العائلة و نمشي عنده و نتسجله حنا و العائلة ديالنا و نديه معنا لي كارت ديالنا و نعمره واحد فورمولار واحد طالب ديال تسجيل و كتولي مسجل عنده و يقولي هذا هو الطبيب ديالك ديما في المستقبل إلا بغيتي تبدل الطبيب كتبقى ديال من تشجيل عن الطبيب باخر و يتركب الدوسة ديالك كيمشي كامل للي ممكن بها نعمر تذكر دنيه صدر يتبقى دياله و لا بد لتيه تبقى ديما عند ديال طبيب اللي بدلت عنده حيث تلك الطبيب صاحبك ما تتبقى بالتواضح ما تم ليس الحياة إذا المشي لديك طبيب فكرة إذا أردت من تشريك ض و تدع لطبيب ديالك كذلك إذا نذهب إلى الكلينيك يدوزوا لك يأتي لك ماذا عندك و تأتي لك و تدع لطبيب ديالك هذا الهوز آرت طبيب العائلة سألين منه نحن نقشح الكيندر آث طبيب الأطفال لأنه لا يكون لطبيب العائلة و يكون طبيب خاص بالأطفال و أنا نسحكم أن نقشح طبيب الأطفال لأننا في ألمانيا معروف كان كيندر أرث خاص بالأطفال كما قلنا نفس الطريقة تقلب في جوجل و تكتب كيندر أرث كيندر أرث يتلعون الكثير من الكيندر أغالباً يكون وجوجه لثلاثة تقلب على كيندر أرث و تسجل عنده و غالباً يسجلوك و لا يقولوك عامرين سيتدري خاصه يتسجل حتى إذا لم تسجلكش إذا قلبت في المدينة ديالك و لم تلقيتش يمكنك التعصل بمكتب اليوغند أمت مكتب اليوغند أمت هو مكتب ديال الدولة متخصص في الأطفال هو يقدم مساعدات و يقدر يكنترول تلك الحالة إذا كان يعطيك مساعدات بحل صوصيال يقدر يدي لك وليداتك ولكن يقدر تعاونك بشتري لهم الفراش إلا ما كنت في الاستطاعة ديالك أنك تشري لهم الفراش ولكن هو متخصص بالأطفال نحن اللي كيهمنا في هذا الموضوع هو إلا ما بغى تشي واحد يسجل لك وليداتك عند هاد الأطفال ديال الدراري كتقدر تتصل باليوغند أمت و كتقول لهم أنا ساكن في هذه المدينة و تشي طبيب ما بغى يقيدني هما هاد مكتب اليوغند أمت كيتتصلوا بأحد الأطفال و كيقولوا له داروري خاصك تسجل هاد الولد هذا حتى هنا الدراري كيجيوا في المرتبة الأولى عندهم واحد القيمة كبيرة هنا في ألمانيا فضروري يفرض عليه كي سجلك بالزل وكتاب معك الطفل وقم التجلبات ويسد الى اللوح واحد يأتون له الكتاب وكتابه معك الصحة والاسنان وتحديث النمو ويساعدة العظم يعني هذا الكتاب يكون فيه كل شيء ويكون مكتوب فيه كل شيء كل طفل قد يأخذ عليه هذا الكتاب يعني كل واحد في ولداتك يأعطيك عليه هذا الكتاب اللوح كيندر بوخ ويكون فيه اللور تواريخ مكتوبين من الملوودات اللي عندك يعني كل ١٠٠٠٠٤ في مملك مكتوب ما تحتاج إني يقولك إمتى سيأتي يعني في هذا الكتاب يكونوا مكتوبين التواريخ اللي غا تدي ولدك فيهم باش يدير الجلبة ولا يدير اي كنترول اللي خاصة الطبيب يديرو أبار انك انت لامراد ولدك تقدر تديها في اي وقت تعيت لهم تاخد رانديفو وتدي الولد ديالك الآن غادي اندوزو بالنسبة الناس انسيت واحد حاجة فانتا دوك الرانديفوات اللي كيكون عندكم مكتوبين في الكتاب اللور رانديفوات لم ي worد البعض والندنز لي exakit من الأشياء وتع сказать كبار المجازمة ولم يسوقك على الولاد ليس الشرم المhosوقت عنهم وقال هناك مشاكيل ولدك رانديفو اذا enfin لنسي الرانديفو الذي قمت عليه وهكاه للمكتب رانديف ، كي سافت لك ايندار يقولك رامت Wand dessus و chwil kite عن تلك الرانديفو ولم ي مشيت انوزو به وقبل من الرانديفو اص 빠르게 رسالة يقوله عنك الذهب لله أينهار وفلاني يرد ذلك رانديفو لذاب الويرين يرد لزيونeme يقولون لك انت ارى عندك هما يفكرك وانت لما مشيتش يسافت لك اندار المرة التانية لما مشيتش يعطوك اشطرافة ولا مولتة ولا بروسة يوصل تلمية اورو من 150 تلمية اورو حيث انت ممشيتش وحيث انت ما مقابلش ولداتك ومن بعد الى ما بقيتش كتمشي لدوك رانديوهات وما بقيتش مقابل ولادك فهم يقدروا يحيدوا لك الوليدات حيث انت انت انسان غير مسؤول وما مسوقش ولادك كما قلنا هنا في المانيا كعتاولوا على الدرية 200 اورو كهادية كل ولدك اعتاولوا عليه تقريبا 200 اورو لان الدراري عندهم قيمة كبيرة فانت مني ما تتلاش في الوليدات فيقدروا وما ترقبهم تقدروا يحيدهم لك كما كما قلت لكم الاخوت فاش كتدير الكندر ارتس كتسليم منه فإلا كانت المرة ديالك حاملة تقدر تتقلب على فراون ارتس فراون ارتس هي طبيبة ديال النساء من الافضل انها تكون طبيبة وما يكونش طبيب فراون ارتس فراون ارتس كيف اتقلب عليه كذلك كمشي الجوجل في المدينة الي انساك نفاو كنكتب فراون ارتس كطلع الي ايها جوجو ثلاثة ونختار وحده ونمشي عندها الى القتاع عمره كمشي عنده واحده اخرى مني كتمشي عند فراون ارتس مني كتكون الزوجة ديالك حاملة وحتى ما كتكونت حاملة بزاف ديال نساء يكون عندهم مشاكل في الوالدة خاصهم يديروا كنترول بزاف ديال حويش خاصة مرة مرة تدير كونترول يعني كتبتي عند فراون ارتس مني كتبتي عند فراون ارتس كدير يكتدي معك الكارتة ديالك كتتسجل كتدير طالب ديالتسجيل كتسجل كتعطيك واحد الكتاب اسميته المطرب باس المطرب باس من الزوجة ديالك مني كتحمل كتب قوي راقب الحمل ديالها في هدك الكتاب يعني اي حاجة فيما مشيتي للكلينيك ولمشيتي لأي بلاسة فانت كتعطي ديالك المطرب باس اللي فيه جميع المعلومات اللي كتتعلق بالزوجة ديالك وكيوب هاتش يا اخوتي كنكون وسهلينه من كيفاش نقدر ندير طبيب في ألمانيا فهنا ندرنا على الاثوس ارتس اللي هو الاساسي اول حاجة خاصك تديرها ودرنا على كيفاش خاصك تدير الكندر ارتس ودرنا على كيفاش تدير فراون ارتس يعني طبيبة ديال النساء ولهذا فحنا جينا للنهاية ديال الفيديو هذا اتمنى ان هذه المعلومات تكون عجباتكم يعني باش تدير طبيب في ألمانيا كما قلنا ضروري خاصك تكون خدامي لما كنتيش خدام ما تقدرش تدير طبيب ولكن انت على الصوصيار والدسيكوباتسوني فهمك يخلصوا ليك ولكن انت خدام وقل السيف الخدمة فانت كتولي تخلص كل شيء من جيبك وباش تخلص بريفي رغالي بزاف وما تقدرش عليه يعني خاصك سالير باش تخلص بريفي فانت ضروري خاصك تكون خدام اخوتي اتمنى الفيديو وكني يعجبكم الفيديو جاي ان شاء الله سنضروا فيه على كيفاش نقدر ندير اللوكوبيديستا الناس اللي عندهم ملادهم عندهم مشاكل في الكلام كيفاش نقدر ندير اللوكوبيديستا وشنا هو الوقت اللي ندير فيه الولدي اللوكوبيديستا هذي تجربة كانت عندي شخصية وغضي نشاركه معاكم وانتمنى انها تعجبكم ولللقاء ان شاء الله في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وما تنشاوز تبارتجوا الفيديو تدروا اعجاب وتشاركوا في القناة اللي كنتوا اول مرة غادي تشاركوا فيها والسلام عليكم ورحمة الله